نظمت الأكاديمية العربية الدولية في قطر المؤتمر السنوي الأول لمحاكاة نموذج الأمم المتحدة طلاب الأكاديمية ناقشوا على مدى يومين قضايا عربية ودولية وترحوا همومة ومشاكل الشعوب للإضاءة على هذا المؤتمر يصرنا أن نستضيف معنا الأمين العام للمؤتمر السنوي الأول لنموذج الأمم المتحدة الطالب محمد البوض ونائبة الأمين العام للمؤتمر ربا بداد ومديرة القسم الثانوي في الأكاديمية العربية الدولية الأستاذة دلال حمودة صباح الخير أهلا وسهلا فيكم سبحانه سنبدأ عند محمد محمد بداية خبرنا عن فكرة هذا المؤتمر كيف أجت هذه الفكرة وكيف أسستوها طبعا هذه الفكرة أول شيء يأتي من مجموعة من الطلاب عندها شغف كبير لهذا الشيء قررنا أنه أنا ورفقاتي أكيد أنه ليش ما بنعمل مؤتمر بمدرستنا منخلي نعزز روح الدبلوماسية عن طلابنا ونطور مهارات التواصل والاجتماع عندهم وأكيد القضايا اللي عم بتصير حوالينا بلبنان وغزة وسوريا والسودان أثروا علينا كتير وهذه أحد الأسباب اللي خلتنا نعمل هيدا المؤتمر بمدرستنا طبعا كان عنا هدف موحد كفريق أنه نعزز هيدا المهارات عن طلابنا ونخليهم عندهم نروح الدبلوماسية جواتهم وبالإضافة أنه هيك فكرة بتمثل رؤية الأكاديمية للكل ما أمن فيها ربعا يعني رح نفوت ونحكي بكل تفاصيل النقاشات اللي صارت والكواليس مثل ما نقول لهالنموذج بس شو هي الخبرات شو هي المهارات اللي فيه طالب يكتصبها من المشاركة بهيك فعاليات من خلال المؤتمر أكيد لما طلاب يتبنوا وجهة نظر الدولة اللي احنا بنعطيهم ياها ومن خلال مناقشتهم للقضايا اللي بتمس الواقع بيدروا هنا ينموا مهارات مثل التواصل الفعال القائد أمام الجمهور مما يعزز من ثقتهم بنفسهم وهون بحب أشكر المدربين نحني المفلح ومريم عبد الله اللي يساعدوا بشكل كبير إنهم يدربوا طلابنا لحتى يكتسبوا كل هاي المهارات مثل القيادة لقاء قدام الجمهور التواصل تبادل أفكار ووشهات النظر واللي كتير بيساعد الطلاب لمسيرتهم المهنية والأكاديمية أكيد حلو يعني أستاذة دلال أول شيء هكذا هكذا فخورين بالطلاب وهالأفكار اللي عم بتكون موجودة وقدي يعني هيك نوع من المشاريع عم بيكون أيضا عم بيتقاطع يمكن مع رؤية الأكاديمية العربية بالتأكيد هي المشاريع اللي زي هاي إن كان المؤتمر أو الأنشطة الشبيهة بالمؤتمر بتدخل فيه صلب رؤية الأكاديمية احنا عم نحكي إنه دورنا تنشئة أجيال تمتلك المعارف تمتلك المهارات وبتمتلك أيضا الاتجاهات اللي راح تخولهم إنهم يكونوا بهذا العالم سريع التغيير ودائم التغيير ويقدروا بنفس الوقت يحتفظوا بهويتهم الثقافية مع الانفتاح أكيد على الثقافات الأخرى فلما نشوف طلاب بنفسهم بتمكنوا بامتلاكهم هاي المهارات وسعيهم وراء هاي المعارف إنهم يتطوروا وصيروا جزء من العالم اللي حواليهم ويحاكوا الواقع اللي هم شايفينه بنكون أكتر من فخورين أكيد بالتأكيد وأحنا بدنا مشاهديننا كمان ياخدوا فكرة عن الأجواء كيف كانت منطلاء هيدا المؤتمر لذلك مشاهدينا كاميرا صباح النور واكبة انطلاق المؤتمر دعونا نتابع التفاصيل في هذا التقرير ثم نعود لنا استكمل ديف المؤتمر بناء شخصية الطالب تعلقوا بحضارته أولا وثقافته ثم يعني توريث أو توريد هذه الحضارة والثقافة للآخرين من خلال تفاعل من خلال تقوية مهارات التواصل التفكير الناقض نظر للأمور والأحداث بمنظور آخر غير منه ومنظوره نحن كمجموع الطلاب كنا نؤمن أنه الحوار أو خلق الحوار السياسي حتى في هذه الأعمار هو خطوة في اتجاه الصحيح خطوة في التوعية أهم من ما هي خطوة في إيجاد الإصلاح ما فينا نحن نقوم بأنه نحن نلاقي إصلاح لمشاكلنا الموجودة حاليا في حياتنا حول العالم منذ ما يكون عندنا وعي عن المواضيع اللي مارة علينا نحن 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 نموذج الامم المتحدة قومة الأكاديمية العربية الدولية بتأسيس نموذج الأمم المتحدة لأنه في منظورنا الشخصي المرحلة الدراسية هي ليست فقط للتعليم وتعلم عن المواد المختلفة ولكن هي مرحلة أساسية في حياة الشاب بأن يبني مهاراته المهمة لتجهزه وتهيئه للحياة الخارجية فبالتالي مطلوب من الطالب وشباب المجتمع جميعاً أنه يخرجوا من نطاق المدرسة ويخرجوا من هذا الصندوق الممكن يكونوا حشرين حالهم فيه ويطلعوا ويأخذوا خطوة في العالم الحقيقي ويأسسوا حالهم ويبنوا المهارات الهمة يعني صراحة مشاهدينا قبل بداية الفقرة قررنا أنا وزميلتي عهد أنه نبسط الفقرة وأسئلتنا نظراً لأنه ضيوفنا طلاب ثانوية فمفروض تكون أسئلتنا بسيطة ولكن بعد المستوى اللي شفناه لأحنا بالعكس رح نرتفع ما شاء الله عليه جداً فخورين فيكنوا بهالمستوى الرائع اللي عم بيتقدم محمد هيدا بيخليني إسألك أنه كيف وعلى أي أساس تم اختيار المشاركين بالمؤتمر؟ هلأ هي هيك نوع من المؤتمرات هي لطلاب الثانوي أكتر شيء بس أرر فريق الأمن وأنه يفتح كمان لطلاب الأعداد اللي هنه جريد سبين وإيت لحتى يعطيهم فرصة ليعيشوا اللي نحن عشناه بداية من الصف التاسع ومثل ما قلت لك من قبل كمان أنه نعزز عندهم روح الدبلوماسية ونطور المهارات التواصل والاستماع عندهم ونخليهم يكونوا عارفين شو عم بيصير حواليهم من قضايا محلية وعالمية أكيد أما بالنسبة للرأس اللجن اللي نقاينيهم طبعاً هنه قرروا أنه كل واحد يفوت على اللي بحبه شو أي قضية بحبه وأكيد كل رئيس اللجنة كان قادر أنه نحن عارفين كيف يدير اللجنة وقدع عنده هو كواليفيكيشن لحتى يدير هيدا اللجنة طيب يعني كل شخص كان في عنده مثل يمكن مواضيع معينة يتحدث عننا أيضاً أسأل روبا يعني هل المواضيع اللي ناقشتوها حدثينا عنها قليلاً وكيف تم اختياره؟ أخترنا المواضيع بناءاً على ما يمس الواقع والمجتمع اللي احنا عايشين فيه سواء المجتمع محلي أو دولي أو عربي اخترنا مواضيع مثل الأزمة الاقتصادية في لبنان نقص التعليم في أفريقيا الجرائم الإلكترونية واخترنا مواضيع مبسطة أكثر للمراحل الإعدادية كونهم طلاب لسه بيبدأوا مسيريتهم في نموذج الأمم المتحدة ولقوا الدام بيقدروا أنهم يتعمق في مواضيع أعقد مثل الأزمة الاقتصادية في لبنان وستطاع الطلاب أنهم يجدوا حلول لهذه القضايا وأنهم أيضاً يناقشوا هذه الحلول ويتبادل الأفكار حواليها حلو كان في حلول يعني بطبع طبعوا يعني يشتغلوا مع بعض وقدروا أنهم يكتبوا على نسق الأمم المتحدة قدروا أنهم يكتبوا البلدان المختلفة الحلول وبعدين كمان يصوتوا عليها فكان فعلاً محاكا شبيهة جداً بالواقع ساذة دلالو هوني سؤالي قدامهم يعني يمكن أنا عندي شوي فكرة عن كيفية عمل الأكاديمية بهالمجالات قدامهم اليوم أنه يكون صوت الطالب مسموعاً يكون إلو صوت أنه يعرف شو هي القضايا اللي عم بتصير حوله وأنه يقدر ياخد كمان فيها قرارات دائماً بنحكي أنه الطالب هو المستقبل يعني هاي الأجيال هي الأجيال اللي رح تطلع وتغير إن شاء الله للأحسن في المستقبل وفي الحياة اللي إحنا عم نعيشها عشان هيك منثمن صوت الطالب يعني ما عم ببالغ إذا بقولك من أول يوم فكروا فيه بمؤتمر زي هيك إن كان محمد أوروبا كانوا على طول يجوا عندي على المكتب مس إحنا عنا هاي الفكرة بدنا نعمل كذا بدنا نسوي هيك بهاي الطريقة ممكن نشتغل وأقولهم طيب روحوا فكروا وارجعوا لي لما يكون عندكم تفكير شامل بالموضوع وإيش هي الخطوات اللي بتحبوا تاخدوها وإحنا جميعاً موجودين لحتى نعطيكم بعض النصائح بدون مبالغة المؤتمر من أوله لآخره من كيفية الانتقاء للفريق اللي عمل الدعاية واستخدموا فيها كتير هم التواصل الاجتماعي لا حد اليوم اللي جابوا فيه جميع الطلبة وقاموا في المؤتمر إحنا ما عملنا شيء كل شخص من الفريق القيادي للطلبة قيادة المؤتمر هو اللي كان بيلعب الدور يعني حتى على مستوى التدريب الصبايا اللي حكت عنهم ربا هم بنات كمان بالصف الحادي عشر وهم اللي قاموا بالتدريب هلو؟ هنك بيكفي دعمكم وجودكم يعني إلى جانب الطلاب هذا الدعم مهم جدا لإلهم محمد يعني تحدثنا عن موضوع الحلول يعني هالحلول أنه يعني نسمع بقضايا كبيرة أنتوا عم بيكون في إلها يعني مقترحات معينة من قبلكم بأعماركم كانوا منتطمن على المستقبل ولكن إذا يعني يعني إذا هالمواضيع ضلت حبر على ورق خلينا نقول شو رح تحسوا؟ شو رح تشعروا؟ شو اللي لازم تفكروا فيه للمستقبل؟ بصراحة أنا واسق كتير من طلابنا وواسق بأنه هيدا الحلول أكيد ما هتبقى حبر على ورق صدقيني لما قالك لما فتلت على طلابنا خلال المؤتمر شفت أداهن متحمسين وكان عندهم الشغف لحتى يقدر يحلوا الموضوع اللي كانوا عم بناقشوا والحلول اللي قدموها صراحة كتير كتير أكبر من أعمارهم وهذا بفرجينا أداهن نسبة الحماس اللي عندهم يا تجاه أن يحلوا هالمواضيع كتير عالية وعندي سئة كبيرة بأنه بس لما بدهم يفوتوا على الحياة الخارجية لما يكبروا إن شاء الله أنا واسق بأنه هيدا الحلول أكيد ما هتبقى حبر على ورق عشان نحن عم نبني جيل قادر يعمل هيدا الحلول وقادر أنه يعمل هيدا العالم على ما أفضل إن شاء الله أنت من هيدا جيل إن شاء الله ربا خلينا نشيل المؤتمر القضايا اللي نقشها المخرجات اللي طلعتوا فيها النقاشات على جنب تنظيم هكذا حدث مش شيء هيا الترتيب لأله المحافظة على بنعرف أنه هالأشياء وقات شركات كبيرة بتكون قائمة فقط على تنظيم هذا النوع من الفعاليات كيف قدرتوا تنظموا؟ شو الأشياء اللي كنتوا تحطوها عبالكم ليطلع حدث على هيدا المستوى؟ هلأ هون فريق الإداري والفريق التنفيذي يشتغل يعني كيد واحد من قدر نحكي وعن جد كان فيه تواصل فعال كان فيه شغل بطريقة أنه نسلم مهمات لكل جزء من الفريق رئيس شؤون المندوبين عمرو رؤساء القسم التنفيذي تالية يعني جميع كان بيشتغل بطريقة أنه يمشي المؤتمر بطريقة سهلسة ومنظمة ورغم يعني صعوبات اللي واجهانها أكيد ما فيه يعني أي شي بنوصله إلا بصعوبات إلا أنه قدرنا أنه نتخطاها وقدرنا أنه نوصل لمؤتمر بطريقة سهلسة وأنه الطلاب كلهم يكونوا متفاعلين وقدرنا أنه نكتسب صراحة كتير مهارات على مدى هذا الطريق يعني القيادة تنظيم الوقت اتخاذ القرارات بشكل سريع يعني هذه كانت أكترة مهارات يعني اللي دلنا أن ننطق وراء على هذه المؤتمر طيب أستاذة دلال بعد هذا المؤتمر بعد ما شفت نجاح طلاب بتنظيم هايك مؤتمر كيف رح تكون يعني الإدارة رأية بتجيء لهيك نوع من المؤتمرات وهل رح يكون فيه تنظيم لنسخة قادمة مثلا؟ بالتأكيد يعني أول إشي أصرين عليه وأصروا عليه الشباب قبلنا أنه هذا هي النسخة الأولى معنا أنه نحط هي النسخة الأولى من مؤتمر سنوي لو إحنا من هلأ عم نأسس ليكون هذا المؤتمر سنوي ودائم من الفريق القيادي في طلاب من السنين اللي لسه يعني من صف 11 من صف 10 وهم رح يكون لهم الدور مع مدير النموذج الأمم المتحدة الأستاذ خالد المصري بأنهم دائما يظلوا يواكبوا التدريب يخططوا للمرة الجاي كيف بدا يكون الشكل يتعلموا من هذا المؤتمر ويقدروا أنه التحديات اللي واجهتهم في هذا المؤتمر الأمور اللي شافوا أنهم حبين يغيروها وحبين يبنوا عليها يتفقوا مع بعض ويحطوا خطة من اليوم للعام القادم اليوم المديرس يعني بنشوف عالميا عم نحكي أنه هناك توجه لتصطيح الطلبة لابعادهم عن القضايا في الطلبة ما بيعرفوا شو يعني قضايا أصلا مزبوط أو أشياء مهمة أنا بعرف أنه هن بصفة الـ 12 وجزء من متطلبات استكمال منهاجهم أنه يكون عندهم مشاريع تقدم هالمشاريع إذا شفنا عالميا وكان عندنا اطلاع يعني قبل على النوعية المشاريع اللي بتقدم بتكون أحيانا أشياء مخجلة أنه تتبعوا هالنموذج في إعطاء أو توعية الطلاب أو رسم مستقبل معين لألون كمان الأكاديمية عندها دور باختيار المواضيع قبولة أو رفضة كيف تخبرين على هالموضوع؟ بالنسبة لمواضيع المؤتمر أصدك أو إجمالا الأنشطة؟ إجمالا الأنشطة طبعا كمدرسة بكالوريا دولية أكيد في صلب البرنامج بيكون في تأسيس لطريقة عمل مشاريع تحاكي الحياة ومشاريع بتركز على دور الطالب أنه يكون باحث أنه يكون مطلع أنه يكون مفكر وأنه يكون متواصل في هاي الأمور وبهاي المواضيع أي وقت وإنتوا دائما يعني لكم عزيمة مفتوحة إنكم تيجوا على الأكاديمية وتشوفوا أنشطتنا أي وقت بيكون في عندنا نشاط داخل هذا النشاط الرسالة دائما بتكون هي أهمية الأمور اللي عم بتصير في العالم العربي دور الطالب العربي في مش بس إحداث الوعي لكن كمان بيأخذ الفعل المطلوب وبيكون هذا الفعل ممكن على قد العمر أكيد لكن الأهم من هيك أنه يطلع من الطالب نفسه فدائما رح تلاقوا في المدرسة ملصقات عن الأمور المختلفة اللي عم بتصير في العالم رح تلاقوا الطلبة نفسهم داخل الصفوف وخارجها عم بيناقشوا هاي المواضيع رح تلاقوهم كمان لابسين الفخر العربي بكل شي بيحكوا وكل شي بتصرفوا فيه فدورنا بيكون نكمل هذا الشغف اللي موجود عند الطالب نبني هذا الوعي من خلال المادة الدراسية داخل الصفوف وأيضا الأنشطة اللي عم بتصير بخارجها على كل حال نحن أكيد فخرين بهيك جيل وأكيد رح نطمن على المستقبل بوجود هيك أفكار نحن بنا نتشكركم مديرة قسم الثانوي في الأكاديمية العربية الدولية الأستاذة دلال حمودة وأيضا الطالبان ربا بداد ومحمد البود شكرا جزيلا لكم شكرا لكم حابين كمان نقول شكر أخير للتلفزيون العربي يعني بتغطيتكم وكمان انتوا دائما بتكونوا معانا ودائما بتساندونا بجميع هاي المشاريع فشكرا لكم كتير عيني واحدة نحن بالضبط شكرا لك ترجمة نانسي قنقر